الانتفيروس اعتبر من اهم البرامج اللي لازم ان تكون موجودة على جهاز كل واحد فينا وكل مستخدم كمبيوتر طبعا اغلب البرامج الجديدة والقديمة دلوقتي بتحتاج تفاعلها او بمعنى اصح بحتاج تشتريها مش دايما كلها بندفع مقابل الانتفيروس فمن الاخر بنكسل نسبة طعا الجهاز وسبب الاسباب اللي لسه الها من شوية طبعا ما نصحش حد ان يكون بيستخدم كمبيوتر ومعرفش عن ايه انتفيروس او معندوش انتفيروس الانتفيروس ده بكل بساطة هو مجرد اداة بتحميك من مخاطر الانترنت والحاجات اللي لتا بتنزلها من الانترنت وكمان بيحميك من الفلاشات المتفيروسة والاسباب تانية كتير فانها ده اجبتلكم انتفيروس مجانية اسم الانتفيروس دوت بتديفندر وطبعا موجود منه نصرة مدفوعة للا حابب يشتريها طيب قبل ما نبتدي في الشرح ما نساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجهاز لان القناة الاستاذ بدا سا ما تشايف فلو حابب يدعمني ما نساش الاشتراك في القناة ان شاء الله قناة تكبر بإذن الله هتروح عند اي متصفح عندك وتكتب شرط البحث بتديفندر فري هتخش عن دول رابط وهيجب لك النسخة المجانية اللي هي غير مدفوعة طبعا هتضغط على فري دول لوت في الويندوز عشان نحملها حجم البرنامج 14 ميجا فهنتضغط على بدء التحميل وبعد ما الانت فيروس يتحمل معنا يلا يلا بنا نساك بتاع الجهاز عشان نستخدمه فهنتضغط على فتح وهنتضغط على عيس عشان نبتدي عملية التسبيت وهي نزل معنا 711 ميجا فهرجع لكم بعد التنزيل وبعد ما انتهينا من التنزيل الانت فيروس يلا بنا نروح عند التسبيت اول حاجة تلاقي اللغة طبعا مش موجودة للغة العربية موجودة اللغة الانجليزية بس هنتضغط على العلامة الصحيح ديات وبعد كده انستول وهو حاليا بيثبت معنا هوات للمرة الاخيرة وهنستنى شوية عبار ما يخلص وهنلاقي هنا ان البرنامج تثبت معنا بنجاح وحاليا نقدر نشغلو بكل سهولة يقول لك بالدفندر اسناو انستولد وهنا في اضافة اضافته لو بتستخدمه الصف فتضيفها علي لو حابب هنا تزهر العقائجة بالشكل دوت وفيها بيعمل فصل شامل للجهاز فنستنى عبر ما يخلص وهنا بيقول لك ان الجهاز بتاعك عامل الحمد لله ولو في اي مشكلة هيقول لك ان في مشكلة هنا بيطلب منك انشاء حساب عشان تقدر تكمل في البرنامج فهتعمل حساب عادي زي ما بدعمل في اي موقع فهتدخل بياناتك كاملة وتأكد ان انت تكون فاكرها عشان تقدر تسكن بعدين هنا بيوريك ايه الميزات اللي ممكن تاخدها لو انت شارك البرنامج والميزات اللي انت ممكن تاخدها لو انت مش شارك البرنامج واغد بنسخة المجانية فطبعا هكامل بنسخة المجانية وفي الاخرى هندخط على فنش هتجر معنا الوجهة راسية بتاعت الانتي فيروس لو لقيت علامة الصحة ديه يبقى الجهاز بتاعك امن زي ما هو مكتوب لك هنا وهنا هنزل تحت اللي هي هنا كويك سكان طبعا بيعمل فحص سريع للجهاز وهنا سيستم سكان بيعمل فحص شامل للجهاز من الاول فايل لحد اخر فايل بوجود فيه طبعا الباقي للنسخة المدفوعة فانروح عند الخانة التانية واللي هي بورتيكشن اي اي اول الوحدة ليان انت بيروس ريل تايم بورتيكشن نوع مجرد بيلاقي فيروس موجود على الجهاز بيشيل وديات للنسخة المدفوعة فننزل تحت هنا بيشوف لو في اي تهديد موجود على الجهاز بيشيل فلو دغطنا على اوبن كده مش هنلاقي اي حر فهنرجع تاني وهنا بيحميك من مخاطر تصفح على الانترنت والحاجات اللي بتجهلك وانت بتصفح على الانترنت فلو نزلنا تحت كده هنلاقي برضو الباقي تابع النسخة المدفوعة فهنروح للخانة التانية واللي هي برايفاسي او الخصوصية ما نقداش نلعب فيها ما نقداش نتحكي في اي حاجة لانه كله تابع النسخة المدفوعة فالانت فيروس بالنسبالي هو افضل انت فيروس وانصحك تشتغل به لانه زي ما شفتم مميزاته كتيرة على رغم انها نسخة مجانية ومش نسخة مدفوعة طيب نجي الجزء مهمة جدا ازاي اعمل استثناء الفلدر معين او برتيشن معين انه لو رأى في فيروس ما يمسحوش فيسيب عالطون ما يتصرفش من دبعا نعمل ايه هتروح عند البروتكشن وهتروح عند الالت فيروس اللي هي ريل تايم برووتكشن وهتضغط على اوبن ومن اوبن هتروح عند سيتنجز وبعد كده مانيج اكسيبشنز هنا نقدر نحط اي جزء سناء احنا عايزينه فهندخط على Add an exception وهنحط هنا مصار الملف او الفلدر او البروتشن اللي احنا عايزين نعمله استثناء انه ما يتعملوش فحص فمسلا نجي كده نجرب من قبل قبل من اعمل استثناء فهنشوف هل هو فعلا ها هيمسحو من غير ما اعمل اي حاجة ولا لا فنسترق الملف دول هتلاقيه نمسحو على طول ولو جيت دخلت على اي الفايل منهم مش هيشتغل فهنرجع تاني وهنمسح طولا فدلوقتي بعد عملنا الاستثناء نجي نفوق الضغط هتلاقيه فاك الدخط عادي وما مسحش اي حاجة فهنضغط هنضغط كده استثناء وفاك الدخط معنا هوا زي ما تشايفين ولو دخلنا كده عند اي فلدر من الفلدرات اللي جوه الملف اللي احنا لسه فاكين الدخط هلا يمشى غانين عادي بدون اي مشاكل ده طبعا بعد ما عملنا الاستثناء لكن لو هو معاملش استثناء للفلدر دوت لو لقى اي فيروس هيمسحو على طول ودلوقتي بعد ما نجلنا الانت فيروس وسبتناه وش عحناه مستنى اي يلا اشتراك في القناة ولو وعجبكم الفيديو دوسوا على زر اللايك اللي تحت عشان الفيديو وصل الاقوى عدد من الناس وبس شايفكم الفيديو جديد سلام